منتابع مشاهدينا مع ساندي مارون المتحدثة باسم جمعية إنقاذ الطفل بلبنان وأيضا سيدنا زهر شليطة رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال من وزارة العمل أهلا وسهلا بحضراتكم كيف صار هالتفاهم المذكرة انطلاءا من حرص جمعية إنقاذ الطفل على الأطفال ومساعدة الأطفال على تحسين وضعهم تحسين وضع العائلات اللي منستهدفها بلبنان كان قلنا طبعا الشرف أننا نتعاون مع وزارة العمل ونبدأ الشراكة السواء من خلال مذكرة التفاهم كيف سيصبح العمل مداما؟ مبدئيا بداية نسمحولي أتشكركم بإسمها عائلة الوزير العمل أستاذ محمد كبارة لأستضفتكم إلينا بوادر العمل بمذكرة التفاهم بلشت تقريبا من سنة كان فيه قبل تعاون مع جمعية إنقاذ الطفل الدولية بعدة برامج ومنها هي لمكافحة عمل الأطفال ولكن نحن ارتقينا أنه تترجم هذا التعاون من خلال مذكرة التفاهم التي تتضمن القصص والمعايير والمبادئ الأساسية بكيفية التعاون وأيضا تتضمن دعم لخطة العمل الوطني القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بحلول عام 2019 يعني أتت هذه المذكرة هي لترجم سياسة الحكومة بكيفية القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ولا تنحصر هذه المذكرة التفاهم فقط على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ولكن تطال موضوع تعزيز تطوير التدريب المهني في الوزارة ودعم وتعزيز المؤسسة الوطنية للاستخدام وستترجم هذه المذكرة عمليا خلال اتفاقيات تعاون ومن خلال برامج عمل وخطة عمل لكل محور من محاور هذه المذكرة سيتم إعداد برنامج عمل طبعا بالتعاون مع جمعية إنقاذ الطفل اللبناني لكيفية مساعدة الأطفال العاملين وتطوير مناهج للتدريب المهني ودعم المؤسسة الوطنية للاستخدام كيف ستتابعوا مع هالأطفال ومن هنه هالأطفال ساندي الأطفال هنه كل شخص بلبنان كل طفل بلبنان بالأحرى كان لبناني كان سوري كان فلسطيني منشوف كثير مشاهدات عطرقات أطفال عم يشتغلوا فيهم يكونوا عم بيبيعوا محارم عم بيبيعوا ورد أطفال من خرطين بيتسول أطفال بيشتغلوا بجاراجات الميكانيك بمحلات السنجرية كل هالأطفال والدراسات بتفرجعوا معظم هالأطفال يلي هنه من خرطين من العمل هنا صبيان وفيه كثير بتتراوح عمارهم بين 14 و18 نحاول من خلال عملنا مع الوزارة نستهدف كل هالأطفال من خلال برامجنا يعني ليس مقربين على أطفال الشوارع أكيد مقربين على أطفال الشوارع كمان من خلال مقاربات أخرى إنما منستهدف من خلال عملنا مع الوزارة الأطفال يلي من خرطين بيعمل الأطفال أصلاً 43% الدراسات بتفرجع أنه 43% من الأطفال يلي هنه بالشوارع عم يشتغلوا فيهون يكونوا عم يبيعوا محارم فيهون يكونوا عم يبيعوا ورد هنه كمان من خرطين بشكل من أشكال التسول يعني أحياناً الولد هو زيتو نحن بالنسبة لنا الطفل هو من عمر السفر لـ 18 سنة يعني حتى الشبابي اللي عمرهم بين 14 و 18 اللي هنا من خرطين بأسوأ شكل أسوأ عمل الأطفال نحن منستهدفون لما نحكي عن أسوأ أشكال عمل الأطفال نحكي عن العمل اللي الولد بتعرض فيه للعنف كان لفظي عن الجسدي للاستغلال استغلال لنفسه استغلال جنسي العمل اللي كمان هو مئزة لجسم الولد ولنمو الولد نموه النفسي نموه العقلي نموه البدني كل هالأطفال اللي هنا من خرطين بهذه الأشكال من عمل الأطفال هنا مستهدفين من خلال برامجنا هل حكون المشروع للأطفال اللبنانية والسورية وكيف الجنسيات؟ أم فقط لجنسية واحدة؟ انتلاقا من اتفاقية حقوق الطفل انتلاقا من تعزيز حقوق الإنسان وحقوق الطفل لا تميز بين الطفل وآخر في لبنان هي رح تكون رح يستفيد كل طفل متواجد على الأراضي اللبنانية من خلال أيضا إنشاء مراكز متخصصة إلون وسيتم إنشاء مركز بالتعاون مع جمعية إنقاذ الطفل الدولي بعدة مناطق سنبدأوها بمنطقة الشمال ترابلوس حتى تعطي خدمات لكل الأطفال المتواجدين في لبنان ويلي عم يشتغلوا بأسوأ أشكال عمل أطفال ويلي كمان عم يشتغلوا بالأعمال الخطيرة ويلي عم يشتغلوا بالأطفال حتى نستلم النتائج على ضاء هذه النتائج ويجب أن نحط استراتيجية كافية التدخل لأنها مقسمة أو تتضمن العمر الطفل جنسه، النوع العمل، التوزيع الجغرافي للأطفال العاملين ولكن في عدة دراسات أمنا فيها مع اليونيساف مع الفaseda sheep children عن الأطفال العاملين والمتواجدين في الشارع اعتقد انطلاقة من هذا التقرير في عدة تقرير تشير وين فيه نسبة كبيرة من الأطفال العاملين بأي قطاعات مثلا في بعض الدراسات والتقارير تشير أنه نسبة كبيرة فيهم غير الأطفال العاملين والمتواجدين بالشارع هنا الأطفال العاملين من القطاع الزراعي وهذا الأساس يعني نحن نتعاون مع منظمة العمل الدولية وبشكل أساسي على مساعدة هؤلاء الأطفال وخاصة من الكتاع الزراعي وعن يكون فيه تواصل وتنسيق من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال اللي بيرأسها معالي الوزير مع كل الوزارات مثلا كان يوم انتهينا من تدريب الأمن العام مدرية العام والأمن العام وتعزيز قدراتهم لكيفية التعاطي مع الأطفال العاملين بالكتاع الزراعي وحمايتهم من استغلال أصحاب العمل ومن استغلال بعض الأهالة لهذه الأطفال يعملون بسن مبكرة بالكتاع الزراعي تدى التنفيذ للمذكرة؟ الخطوة المقبلة هي طبعا وضع خطة عمل اللي نقدر من خلالها نخطط لتنفيذ البرامج مع الوزارة ابتدى بشكل بداية المركز بترابلوس اللي حكيت عنه مدام نزها اللي هو مركز بيستهدف الأطفال العاملين بيجوا الأطفال على المركز بيطلقوا دورات توعية لرفع الوعي عندهم حول كيفية حماية نفسهم بالعمل حتى لما الولد مضطر يروح يشتغل لحتى يساعد أهله كيف بالعمل بيقدر الولد يكون عم يحمي نفسه يكون عنده الوعي لحتى يحمي نفسه كمان دورات توعية وجلسة توعية بتتوجه للأهل اللي يقدروا يحموا أولادهم بالعمل كمان وبعتقد بهذا المركز كمان فيه جلسات جلسات تعليم للأطفال مش بس توعية هيدا أولى الخطوات اللي بدينا فيها بتنفيذ أو كأولى الخطوات لنمشي بالاتفاقية مع الوزارة شكرا لحضوركم بالتوفيق من تبع مشاهدينا بعد الفاصل